ماروك أخبار يومية السلام عليكم ورحمة الله وعرفتها مدينة برلين يوم الجمعة والسبت الماضيين 7 و 8 يونيو إلى جانب 23 مشاركة تأهلوا من أصل 70 كانوا في نصف الإقصائيات والذين ينتمون الجنسيات المختلفة يمثلون 23 مدرسة للغة العربية على مستوى ألمانيا وتم تتوجد طفل فيردوس البالغ من العمر 9 سنوات والمولودة في ألمانيا من خلال تمثيلها لمدرسة الصداقة التي تعد من أهم مشاريع جمعية الصداقة في مديرنت روانهيم الألمانيا وقالت فيردوس في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء طرقت أبوابها كثيرا ودخلت عوالم مختلفة من أبوابها الواسعة وذلك خلال قراءتي للكثير من الكتب باللغة العربية فالقراءة تذكرة صفري نحو أماكن عديدة كما تجعلني أواجه الارتباك وأكون أكثر جرأة بعد أن كنت خجولة نشكركم على حسن المتابعة قناة ماروك أخبار يومية